تتكاثر على السوريين المصائب بشتى أنواعها سواء الطبيعية أو المفتعلة من قبل النظام وحلفائه أو تلك التي يرسمها الفاعلون في الملف السوري حرائق تأكل آخر ما تبقى من رئة سوريا إلى كورونا الذي ينتشر بشكل متسارع كالنار إلى إبطال مفاعل القرارات الدولية واحدا تلو الآخر فباتت سوريا التي نعرف على شفى النهاية إلى غير عودة من تفتيت الأرض إلى تعدد الانتماءات والتحزبات وكذلك الخطابات التي إن لم تزد التفرقة فإنها لا تشجع على إعادة ردم جزء من الهوة التي خلفتها آلة القتل التي ما زالت تفتك بكل يسر أهلا بكم في سوريا اليوم أهلا بكم من جديد يواصل السوريون متابعة تطورات بلادهم أمام عجز شبه تام لوقف النيران المتنقلة ما بين الأراضي وطاولات الساسة الذين حولوا سوريا إلى ساحة تبادل للمصالح أحيانا ومكانا رحبا للانتقام والتنفيس عن أي تطور تشهده الكرة الأرضية من حرائق وسط وغربي سوريا إلى زيارة الوفد الروسي إلى دمشق وصولا إلى استمرار خلط الأوراق في المشهد السياسي نتابع استعراضا سريعا لأبرز التطورات ونعود بعدها لمناقشتها مع ضيفنا الدكتور برهان غليون لم تكن سوريا بحاجة لكل هذه النار الإضافية حتى تزداد سودوية الواقع أمام مشهد النزيف المستمر منذ ما يقارب العشر سنوات كانت النار والحصار هي الحاضر الدائم والبارز فيها من بدائية أدوات مواجهة النيران التي تأكل الرئة السورية إلى مواصلة الإصرار على دعم النظام حتى النهاية منعا من تحقيق مفاعل العلاج الأخير المتوافر لحل الأوضاع في سوريا وهو ما وآده الوفد الروسي في دمشق ضمن زيارة وصفت بالمصيرية وبتعبير أدق بالتحدي العلني الأول لكل القرارات الدولية المعنية بالحل السوري والتي باتت مختزلة بلجنة دستورية بلا سقف زمني بينما تبقى الأمور على حالها من رأس النظام إلى كل ما يحيط به من آلات قتل واستبداد وفساد كما هو العجز في إطفاء الحرائق ووقف التوغل الروسي يقف السوريون أمام طوابير من الخبز إلى الوقود وليس انتهاء بالعلاج وتبقى قائمة الانتظار طويلة كل شيء يحتاج لانتظار بما فيه الموت المتقن بشكل كبير في سوريا بالقصف والتهجير والتفجيرات لا خطاب يجمع ولا اتفاق على أي أسس بل على مزيد من التشتت والتحزب والانقسام عن الجميع وحتى على الذات هناك يقف السوريون يتابعون المجريات المتعلقة ببلدهم بلا حول ولا قوة إلا من بعض أمل مشوب بكثير من اليأس بأن الغد أفضل ولو كان ذلك مجرد كذب إذن لمناقشة كل هذه التطورات ينضم إلي فيها السودية المفكر السوري دكتور برهان غليون مرحبا دكتور مجددا بك معنا يعني هنا قائمة طويلة من المواضيع التي أود التنقل بينها لكن سأحاول البدء زمنيا بآخر ما حدث وهي زيارة لافروف إلى دمشق ضمن سياق على ما يبدو يرتب لهذه المنطقة كيف ترى سياق الزيارة؟ يعني أنا بأعتقد أنه مشان نفهم شو عم يجرى بسوريا ولبنان والعراق بنفس الوقت بالمنطقة المشرق خلنا نقول المشرق لازم يعني أنا شعوري أنه في العاصفي العاتي اللي ضربتنا يعني من قبل النظم ومن قبل دول إجنبية ومن قبل كل ما حصل يعني هالعاصفي بدأت تفقد من طاقتها يعني بدأت هي تبحث عن مخرج لأنه وصلوا كلهم لطريق مسدود يعني إيران وصلت لطريق مسدود روسيا وصلت لطريق مسدود الأمريكان كل الناس لأنه إذا صار فيه فراغ وانفجار وتفتت لهالمشرق ما حدي حيستفيد فليوم أنا بشعر بشعر ما في شيء أكيد أنه في بداية اعتراف من هذه القوى اللي حطمتنا اللي حطمت المشرق وكل ساهمت بتحطيم المشرق يعني روسيا وامريكا وإسرائيل وكل الدول أنه إلهم مصلحة أنه يهدوا اللعب خلينا أقول ويلاقوا وسيلة لأنه يتعايشوا على هالأرض ومن ضمن هال الوسيلة للتعايش يشوفوا أنه في بشر كمان قاعدين يعني هاي الأرض مش بس أبار غاز وأبار نفط وقواعد عسكرية ومناطق للصراع والتنافس بين بعض وإنما فيها شوي بشر بيحقل لهم أنه هل يسمعون صوت؟ أنا أتأمل أنه يكون وصلنا لها المرحلة مش بناء نظم ديمقراطية بتعبر عن الشعب وبتقوم بالخدمات الضرورية لحتى يعيش لا بأعتقد أنه هني شعروا أنه مشان ينقذوا مصالحهم الكبرى اللي صار عندهم مصالح كبرى مثل روسيا أخذت عمليا ثلاثة أرباع أنا كتبت اليوم بإمبارح بالفيسبوك كلمة علقت على الاتفاقيات اللي وقعوها الروس مع نظام الأسد قلت ما بقي شي للسوريين يخليون يقعدوا بسوريا كل شي ما عدي يملكوا شي ما بقي لهم إلا يغادروا يعني بقصد هالمكاسب الكبرى اللي حققوا مو بس روسيا لكن روسيا بالنسبة للسورية أساسية مشان يحتفظوا فيها لازم بقى يحطوا شوية بلسم خليني أقول شوي شي على الجرح ما يداوه الجرح لازم يهدوا الجرح يعني تتوقع تنفسا ربما للمنطقة خلال لكن ضمن مفهومهم لتقاسم هذه المنطقة طبعا ما حصل حصل يعني اليوم سوريا مسيطرة عليها من عدة دول مسيطرة لبنان في أزمي إلى آخره الدول عم تدخل مشان الدول عم تدخل مشان تزبط إذا بدي أقول تزبط يعني باللغة المكاسب اللي حققتها يعني تضمن الاعتراف بالمكاسب اللي حققتها طب حتى يحدث ذلك دكتور حتى يحدث ذلك هل نتحدث عن محاور جديدة تبنى في المنطقة؟ ممكن ممكن مشتحة محاور ما في محاور بس في بأعتقد أنه في تفاهمات جديدة عم تحصل وعم تتبلور أكتر بين الدول اللي المحتلي المحتلي سواء بسوريا وغير سوريا ما بس سوريا هي بلد محتلي يعني في تفاهم أكبر أعمق عم تصير بين الإمريكان والروس الي هم القوة القوتين الرئيسيتين بالسراع وفي تفاهم بين الروس وبين الأتراك وفي تفاهم بين الروس وبين الأمريكان بشرق الفرات وفي تفاهم بين بأعما تصير بين الأتراك وبين الروس الى آخره وطبعاً في USA بين الإسرائيليين والأمريكيين والروس ففي تفاهمات عم تتبلور أكتر لكن كلها لسا تبب بدايتها يعني في سعي من أجل أنه كل ما قوي حققت مكاسب شرع مكاسبة تعطيها تضفع لي حد أدنى من الشرعية هلأ الروس نرجع للسؤال اللي أنت يعني المهم اليوم آخر حدثه روسيا إجت لسوريا الزيارة الأخيرة استكملت فيها بتصور يعني إلا إذا فيه كمان لسه مشاريع تاني استكملت منها المكاسب فيها المكاسب اللي كان بداياها يعني الغاز والنفط والاستثمارات الرئيسية مقابل وعود أنه تقوم باستثمارات تعود يعني تفتح طاقة بهالظلام تبع الانهيار الاقتصادي اللي بسوريا هذا لسه توعود بس الاتفاقيات مشوعود الاستثمارات اللي ممكن يستفيدوا من الناس يعني الاستاتع منتظرة لكن هني أخذوا الاتفاقات الرئيسية للمستقبل بنفس الوقت عم يحاولوا لقاء هالمكتسبات الهائلة لأنه ما ظل في شيء ما أخذوا رؤوس بسوريا بالحقيقة أنه أنه تضغط على النظام من أجل أنه يعمل حد أدنى من الانفتاح مش مشان يرضي الشعب السوري مشان يرضي المنافسين كمان للروس يعني مشان يرضي الأمريكان اللي هني إلن وجود وإلن كلمتهم كمان بالشرق وبالمشرق وموجودين بشرق الفرات والأتراك اللي هني حلفاء يعني والإيرانيين كمان اللي هني موجودين كمان على الأرض فعمي رتبوا المستقبل وجودهم مع بعض على هالأرض المشرقية هلأ أنا بقول ممكن يكون في شوية فتاة يطلعنا بس حتى هذا منيح يعني بالزرف اللي نحن فيه لأنه قوانا كلها محطمة لازم يكون فيه متنفس صغير لحتى نرجع نكون وهذا اللي لازم نفكر فيه نكون أرضية لمقاومة هالوضع القائم والخروج منه ممكن يكون فيه شو بديه يكون فيه يعني الوعود اللي عم تقول أنه يسرعوا عمل الجديد دستوري أنه يحضروا لانتخابات ويكون فيه انتخابات أكدوا أنه فيه انتخابات بالواحد والعشرين يعني سنذهب إلى ذلك تفصيلا دكتور لكن يعني قبل أن نصل إليه يعني يبدو أن روسيا تتحدث هذه المرة عن شرق المتوسط يعني لافروف اليوم كان في أثناء على سبيل المثال إذن هنا نتحدث عن دور يعني مشتبك أصبح للروس في المنطقة وحتى عندما سألتك عن المحاور يعني سنذهب إلى المحاور التي تشكل داخل سوريا تفصيلا لكن هناك يعني شيء ما يتغير في المنطقة ككل إذا أردنا أن نأتي مثلا على تطبيع الإمارات مع إسرائيل كيف يمكن أن ينعكس أيضا على دول الجوار ومنها سوريا كيف يمكن أن نفهم تقاطعات المصالح في هذا السياق وما يمكن أن يفرض على دول المنطقة أول شيء شرق الفرات بالدل على أنه التفاهم الأمريكي الروسي هذا اللي بدي أشر له كان صار أكبر يعني روسيا ما كان لدور بشرق الفرات هلأ عم مصير لدور بشرق الفرات ضمن إطار إرضاء الأمريكيين فيما يتعلق بإرضاء الأتراك بما يتعلق بالقضية الكردية يعني عم يحاولوا يحلوا المسألة شرق الفرات اللي هي فيها جزء كبير بعد تحدي التركي يعني أن الأتراك ما قابلين أبدا بأي شكل من أشكال الحكم الزائد في المنطقة فبدوني لأقولهم طريقة ربما أنه نعمل حكم ربما ما معلومات نعمل حكم نحن كمان مشرفين عليه الروس يعني مشان يطمنوا الأتراك وبنفس الوقت يطمنوا الأكراك أن يكون هناك كيان كردي تعتقد أن تركيا يمكن أن تذهب إلى هذا الخيار؟ مش كيان بالضرورة ما هنعم يحكو بدولة سوريا موحدي يعني هو كيان بدون ما يكون كيان يعني ممكن يكون أنه المنطقة بتضل مثل ما هي مثل ما الإدلب والمنطقة غرب الفرات كمان ممكن تضل الأمور كما هي كما هي معناتها أنه كمان في إدارة ذاتية كما هي يعني إدارة قصد بس بضماني نحن هالمرة يعني بطمنوا الأتراك أنه بضمانة الروس اللي هن حلفاء للأتراك في مناطق غرب الفرات يعني بحاولوا يحلوا عم بحاولوا يلاقوا حلول ترضي جميع الأطراف ترضي الأمريكيين اللي هن ما حيتخلوا ما بدون يتخلوا بأي وسيلة عن اللي يسمون حلفاءهم بشرق الفرات وبنفس الوقت ما ممكن أنه يصير في حل بدون ما يكون فيه ما يوافق الأتراك على الصيغة اللي بدأت تنحكم فيها منطقة شرق الفرات يعني لا يمكن أن الأتراك يقبلوا أنه يكون أفق الإدارة الذاتية مفتوح على كيان مستقل في يوم من الأيام ما معنى توصل إلى الحل بس عمقول كل هاي مساعي ومحاولات للملمت الأضي شوي للخروج بتسوي أو بحل صغير سريع مؤقت كل هذا شغل مؤقت ما الذي يدفع بتقديرك الأمريكان في هذه المرحلة إلى الذهاب يعني ربما إلى حوار منفتح أكثر مع روسيا ما الذي يسعى إليه الأمريكيون هل يحاولون الانسحاب من المنطقة على سبيل المثال الأمريكيين بدون إذا ضمنوا مصالحهم وضمنوا مصالح إسرائيل ما إلهم وما حينسحهم بالمنطقة حتظل إلهم موقع مهم بالمنطقة بس جهودهم بكرسوة للمنطقة اللي هي اليوم تحدي الكبير بالصين يعني بحر الصين وبآسيا ما معناته حيتركوا منطقة بس ما معناته حيضل همهم وشغلهم الشاغل هي المنطقة يعني سلموها بنكونوا للروس لقاء دفتر شروط مثل ما منقول بالتجارة فيه دفتر شروط وخلد واليوم بدأ المنطقة يعني عشرين ثلاثين سنين اللي حت توقف على إجرية يعني ما عند فيها مكاسب وتركوهم يأخذوا كل المكاسب الاقتصادية للروس لروس وغيرهم فما هاي المشكلة بالنسبة أنا بشوف انه انه التحالف الجديد اللي صار اللي بدأ هو بداية لانو زكرتيا انت الامارات مع مع إسرائيل هاي بداية بتدل على شو بتدل على انه لساتة الأنظمي خايفي من الشعوب يعني هاي التحالف أول شي كانت السورات السورات خوفت السورات الشعبية خوفت كل الأنظمي عمليا في منهم قاوموا في منهم قاتلوا لكن اليوم معد في قناع عند أي نظام من هالأنظمي انه هني قادرين يحموا نفسهم متل ما كانوا متل السابق بدن حلف أقوى بدن كانوا محامين نفسهم بالأمريك يعني بوجود تحالف أمريكي واضح وموسوق منه هل الوضع الأمريكي معد مضمون مية بالمية انه الأمريكان يرموا بنفسهم وقواتهم في منطقة متل ما حصل بالعراق هذيكي مرموا مشان دفاع عن الخليجين بالحيارة ومو بالعراق مشان يدمروا العراق وياخدوا كانوا النفط والغاز والموقع اليوم عم يبحثوا الخليجيين عن تحالفات تضمن لهم المستقبل وأنا برأيي وهم حيستضموا بالحيط لأنه قبلوا نسعى المصريين عملوا سلام مع إسرائيل من 78 وسبعين بتتمنى وتسعى يعني لوقت الزيارة السادات لل على أمل شو كان التبرير أنه بدنا نوقف الحروب وبدنا نبدأ التنمية بمصر وتنمية بمصر أهم بكثير ما سمح لمصر بعد ما عملت السلام مع إسرائيل أنه تنمى وتستقر ويصير فيها ديمقراطية ويصير فيها حياة طبيعية بالعكس استمر صار أكثر يعني صار استفيد فقط من السلام ميشان تعزيز النفوذ الإسرائيلي والنفوذ الغربي بمصر بدون أي فائدة الجواب للإمارات ربما جاء أسرع يعني بموضوع الـ F35 ومنع بيعها له أنا برأي أنه أنه حيشعروا في لحظة من اللحظات أنه نقب على حجار يعني الإسرائيليين سيخافوا من أنه الشعوب العربية تاخد حقها بالاستقلال وبالحرية وبالسيادي مهما كان الوضع ومهما كان شكل التطبيع لأنه واسقين مثل أي واحد يعني عرفان حاله أنه مرتكب جريمي كبير وأنه ما ممكن يتخلى عن سلاح القوي سلاح يعني بده يضل حذر وماسب قوته وما حيسمح يلتعب عليه يعني اللي بيفكر أنه ممكن نضحك على إسرائيل هذا بأسود سواء بالخليج ولا عنا بسوريا ولا بغير في كتير ناس اليوم بيفكروا أنه يا أخي إذا حلينا عن إسرائيل بجوز تحل عنها ما حتحل عنها لأنه مشكلة إسرائيل هي مش مع النظم القائمة مشكلتها مع الشعوب إذا تحررت وصارت يعني عايشي منيح ومستقرة ما حتقبل بالشيء اللي حاصل يعني ما حتكون مستسلمي وحتطالب بحد أدنى من العدالة ومن القانون وتحاسب كمان فهني شعورا أنه لازم يبقوا على صهوة الحصان إلى الأبد مشان ما حتمت ولازم يضلوا ضد أي حركة تحرر الشعوب من المأزق اللي هي فيه يعني التنمية تحرر مو بس السلاح التنمية تحرر الشعوب فلذلك حتى التنمية ممنوعة يعني كلامك هذا إذن يأخذنا على أن وضع إسرائيل الآن والاتجاه العربي نحوها يمكن أن يعزز وضع بشار الأسد بعكس ما يمكن أن نراه من حركة دولية أخرى ربما لروسيا وأمريكا وتركيا ما مهتمين بشار الأسد بالنسبة للجميع اليوم هو ورقة محروقة هو يعني مجرد لا البديل يعني هو مجرد ملء فراغ ما حدا بشتريه يعني اليوم إذا سقط الأسد إذا راح تغير الحكم وراح الأسد لا روسيا ستقبله ويمكن إسرائيل لا ستقبله لأنه سيتهم بأنه هو مجرد حرب وكلهم ساعتها سيطالعونه الملف تبعه لا الأسد ليس المشكلة اليوم المشكلة هي اليوم أعود إلى السورات العربية ما بين السورات العربية؟ أن الشعوب اليوم لا تحسنت الحكمية بالحديد والنار والظل المستسلمي يريد أن تشارك بتقرير مصيرة يريد أن تشارك بالحكم يريد أن تشارك بالسياسي يريد أن تحكي يريد أن تقول أننا موجودين صارت فاعل اليوم عم نقطف نحن سمار السورات هذا كله اللي عم أحكي فيه أنا هو نتيجة متأخرة لهالفعل الكبير اللي هو السورات يعني شو السورات؟ يعني بينت أنه فيه فاعل جديد نزل على الساحة هو الشعوب بتطلع مظاهرات في لبنان بتغير الحكومة بتطلع بمظاهرات بكرة بسوريا يعني ما انتهت القصة بتطلع مظاهرات مع جرد الحكومة بتصائط الحكومة بتطالع حكومة جديدة هذا ما بيوفي مع الدول اللي بدت سيطر على المنطقة الأجنبية بقصود فلازم ليش صارت الثورة المضادة أول شيء كانت خليني أقول النظام بدأ فيها بعدين إيرانيين بعدين دخلوا الإسرائيليين بعدين دخلوا الدول الأخرى بعدين دخلوا الدول العربية ساهموا كمان ضد إسقاط الثورات العربية هذا هو سبب خوفا من أنه هالفاعل يصير له وزن أكبر وينطرهم أنه يغيروا سلوكهم وهل فشلت الثورة المضادة بتقديرك؟ لا ما فشلت الثورة المضادة ستفشل الثورة المضادة ولو أخذت وقت بمعنى شو شو عملت الثورة المضادة؟ أنه ما عرفاني ما حيربحوا الحرب ما حيربحوا الصراع مع الشعوب لأنه دائما الشعوب هي الأقوى شو عملوا لحرقوا البلاد يعني شلون ربح الأسد خليني نقول ربح الحرب بالأسد حرق البلاد أول شيء بالمعنى الحرفي للكريمة وهلأ عم تحترق حتى الغابات اللي فيها بس حرق المدن ودمرها وكذا جاب قوة أجنبية عطاها اليوم اليوم سوريا هي محتلة من أربع خمس دول وكلهم أخديق هني بقرروا مصير المناطق اللي أنا فيها فباعتقد يعني ما فش له هني بس بس مشروع اللي بنو يعني مشروع الثورة المضادة لا يمكن أنه يشكل بديل على الإطلاق ولا يمكن أنه يساهم في إعادة بناء النظم القديمي بالعكس هني اليوم في فراغ عمي بحثوا عن حل بس عمي بحثوا عن حل يهمش أكتر ما يمكن الشعوب اللي طلعت بالسورات وبرزت وكفاعل وصارت عم تعبر عن نفسها لكن أنا برأيي هذا الخطوة الأولى يعني لسه اليوم اليوم بعد ما استنفزت السورة المضادة طاقاتها حيث تبرز كل يوم أكتر فأكتر أهمية بروز الشعوب كفاعل في التاريخ المشرك يعني ألا يبدو ذلك مفرطا في التفاؤل يعني اليوم من يجلس داخل سوريا على سبيل المثال تحت وطأ هذه الظروف أو العربي الذي يشاهدك من بيروت بعد ما حدث فيها ألا يبدو هذا المشهد مفرطا بالتفاؤل بتقديرك يعني فقط لكي نعرف يعني على ماذا يستنين ذلك أنا عمقول أنه استنفذت طاقات القوى السورة المضادة ما عمقول أنه بكرة حيظهر نظام ديمقراطي الأب سوريا وحنتحرر من القوى المستعمرة يعني الإرس اللي خلفته السورة المضادة بهذه البلدان بده عشرين سنين ثلاثين سنين يمكن لحتى نتخلص منه لكن الشيء اللي إذا سميتيه تفاؤل هو أنه استحالة إعادة بناء النظم القديمة استحالة إعادة بناء نظام بشار الأسد بسوريا ولا النظام الفاسد اللبناني اليوم كله نقاش حول الموضوع ولا النظام العميل لإيران العراقي هاي المشري ولا ولا مثل ما هلا عم يتم الفضيحة الأخيرة النظام تسليم قضية فلسطين كليا وتطبيق صفقة القرن اللي هي آخر أشكال أو آخر فقرات هالفصل فصل السورات المضادة لقتل الشعوب العربية لقتل لخنق صوت الشعوب العربية أنا بعتقد أنه هاي كل المشاريع صعب تمشي ما عاد تمر هلا بجوز تمر لفترة بجوز تتمر هذا موضوع صراع وبتوقف كمان على قدرة الشعوب على أنه تستكمل هيكلة نفسها يعني تتنظم تيجو يصير عندها حركات مقاومة الضل متمسك بأضاياها يكون فيها ناس يعني مسقفين واعين ما ننوا كل يوم مشتغلين بجلد نفسه ونحن متخلفين وتافهين وفاسدين علينا وإلى آخره لا يطلعوا ناس يقولوا للناس أنه نحن مرينا بظروف حقيقة استثنائية يعني الأضايا اللي صارت الدولية والإقليمية اللي صارت ضد هالشعوب ضد السورات العربية بقصد شعوب السورات العربية استثنائية ما صارت ولا بمنطقة من المناطق ما صارت بأوروبا الشرقية ما في بلد قام شعبه يطالب بشوية إصلاحات سياسية أراموا عليه أطنان من البراميل المتفجرة واليستعملوا فيه الأسلحة الكيميائية يعني حجم العنف اللي وضع من أجل خليني أقول إخضاع الشعوب العربية المتمردة السائرة يعني المتمردة استثنائية اليوم هالشي معد إحسنية لا ممكن يستمر هي النظم اللي استخدمت هالشي والدول اللي استخدمت هالشي معد عندها إمكانية توفر العنف نفسه صحيح طب يعني المخرج بسوريا كيف سيكون يعني إذا إردنا الحديث الآن عن الحل السياسي على سبيل المثال البند الوحيد أو السلة الوحيدة الفاعلة الآن خلال الفترة الماضية كانت هي اللجنة السورية كيف تقيم ما وصلوا إليه كيف يمكن تفعيلها من قبل السوريين من أجل الوصول إلى شيء ما من أجل إعادة إحياء ربما مسار جنيف اللجنة الدستورية أنا برأيي هي هي ورقة شو بقول التوت لا تغطي على عورات مسار عورات مسار عم يتخبط فرضو الروس مقابل مسار جنيف مسار جنيف أنه تعاون نتفاوض طرفين معارضة ونظام ونوصل لتفاهم مش أنه نطرد كنوا من الحكم ما هي مسار جنيف نتفاهم نتوصل لتفاهم نعمل هيئة انتقالية تشترك فيها ناس من النظام وناس من المعارضة ونتقدم شوي هذا منشان يرمو على جنب طالعوا قصة ورقة التين اللي هي الأجل السوري وإلى آخرين يعني كل هاي المؤسسات اللي الروس استخدموها مشان يمسكوا هني وطيرة تقدم العملية السياسية هني صاروا أصحاب العملية السياسية يعني اليوم بحاجة نحن لأنه نبين للشعب السوري نعطيه شوية أمل منضغط على بشار الأسد ومنقوله لازم يعترف الوفد بكرة تبعك اللي بقول نحن مش وفد ممثل للنظام نحن وفد وطني بس يعني نحن مستقلين بقوله لازم يقول بكرة أنه نحن نمثل النظام وعم نفاوض معارضة لأنه لهلا ما بقوله عم يفاوضه معارضة عم يفاوضه حركات إرهابية يعني هذا بيستخدموها الورقة إذا بدهم ينشطوا الأمل أنه فيه تقدم بنشطوا بكام كلمة بس ما فيه تقدم أبدا وإذا بدهم يبينوا يعني يبينوا أنه هني غضبانين بيلغوا الاجتماع ولا ما بعد بصير الاجتماعات خلال سنة هو التحكم بأي مفاوضات سياسية من قبل الروس هل يمكن أن يعودوا الروس في هذه المرحلة بالفعل إلى المفاوضات أم أن الأمر مغلق الآن لسيما بعد التصريح الذي أشرت له منذ قليل تصريح وليد المعلم عن أن الانتخابات الرئاسية في سوريا قائمة يعني العام الماضي إيه هلأ بيستخدموا اللجني أنا برأي بيستخدموا اللجني بشان يناوروا فيها ما في يعني ما في لسه عندهم مخطط أنه يرجعوا لجنيف طالما ما في رجعوا لجنيف والاتفاق يعني لجنيف بمعنى اتفاق ٢٢٤ هو لا الدستور نفسه يبقى الفكرة الثانية أنه لا بيصير فيه تعديل على الدستور والفكرة الثالثة أنه بيصير دستور جديد وأنا برأيي دستور جديد ما عاد يصير لأنه أصلا ما حدا مهتم بالموضوع والتعديل الدستوري الصراع بقى بيصير تعديل دستوري عبر الانتخابات هذا رهان سياسي بيمسكوا الروس فأوضفهم بشان ياخدوا كمان من المعارضة بالمقابل طب ما الحل الروسي للخروج من الانسداد الذي يربكهم كما تفضلت منذ قليل إذا هم يعني فشلوا في استقرار سوريا عن طريق العسكرة ويريدون عرقلة المسار السياسي لا هني بدون يطبقوا تماما الخط اللي بيزهنون هني ضد انتقال سياسي بالمعنى اللي نحن منقوله بالمعنى الناس بتفهم منه انتقال سياسي وسبب كارثة للبلاد لازم يكون في نظام بيشارك فيه الشعب بحد أدنى من الحريات ومن الانتخابات هلأ هني بدون نظام يضل ممسوك إلن لحتى يطمئنه كليا على الوضع وعلى المكاسب اللي أخذ ويعني يضل الأسد مثلا لفترة بجوز لا بجوز هني بعدين يعني ما إلن مصلحة فيه بس إنه يصير فيه انتقال ضمن النظام خلينا أقول الانتقال مش ضد النظام الانتقال ضمن النظام وبدون ساعتها يعملوا تفاهمات مع المعارضة أنه مين من المعارضة بيقبل يفوت يشتغل بحكومة وحدة وطنية مثلا هل هناك جزء من المعارضة يا تهام بيخلقوا يعني هذا يخلق الآن الصراع النقطة الرئيسية بالصراع هي الرئيس شلون بدون ينتخب الرئيس هل حينتخب الأسد ولا حينتخب رئيس تاني هاي نقطة ممكن تكون ما بنعرف نحن ما عنا معلومات بالضبط شو بفكروا من حل الأحداث بس ما عنا ناس قاعدين مع الروس ولا مع الأمريكان وعرفانين شو بدون تفاهموا لكن اللي واضح اليوم أنه في تفاهم أمريكي روسي أنه الوضع كما هو لا يمكن أن يستمر وتغييره ما بيتم ببراميل جديدة يعني إذا ما بدنا يظل هيك وما منحس نتحمله هيك لأنه في كارسي كمان إنسانية حتتطور وإذا تستمر هيك الوضع بين كورونا وبين الغلاء المعيشي وبين في أوضاع كارسي بسوريا يعني ما نلعب القصة طيب هل بتنحل هالشي بمزيد من البراميل المتفجرة والأسلحة الكيميائية إذا شلون بدنا نحلها بدنا نلاقي طريقة نرضي الغربيين اللي فارضين العقوبات وهني عم أقولوا ما بصير هذا يضل ما بصير هو اللي بده يتحكم فيها لازم يصير في تغيير هون اللعبة وبنفس الوقت أنه في عدة أطراف أخرى بدهم يرضوها يعني في الأتراك وفي الأكراد وفي الإسرائيل يعني لماذا كانت التصريحات الأمريكية في الأولى الأخيرة تبدو متفائلة يعني يتحدث هنا ربما عن جيفري لكن يعني يبدو أنهم توصلوا إلى حل يعني جذري أو هكذا يعني فهم البعض من ذلك أن الأمور ربما قد تذهب إلى يعني يعني لنقول انقلاب ربما في الأوضاع باتجاه الأفضل أو باتجاه ما كان يصب لا في اتجاه نحو البحث عن حل أكتر جدي أكتر جدي مش جدي أكتر جدي لأنه محشورين الروس بس بس ما معنات أنه هني قبلوا يعملوا التنازلات المطلوبة من قبل الحد أدنى من المعارضة المعتدلة يخليني هني بدون يظلوا عم يدفعوا الناس للحل اللي بلاقوه مناسب أكتر إلون النظام بضل تقريبا مثل ما هو بيعمل انفتاح خليني أقول ديكوري يعني يعني تجميلي للنظام بصير في رئيس حتى جديد ممكن يكون في رئيس جديد الأجهزة بتتعدل شوي القواعد اللعب مش ضروري إنه يعتقل كل إنسان بس نفتح ثمه أو طلع تطليعة ما منيحة بالعضو المخابرات وممكن كمان ينحكى شوي بعودة اللاجئين المعتقلين ما عم يحكوا فيهم يعني ففي أمور كتير يبدل على أنه الروس لساتهم ما عم يحكوا بحل جدي لأن قصة المعتقلين واللاجئين ما نقصة بسيطة يعني ما اليوم عم نحكي نحن عم نحكي عن 60% من سمكان سوريا اليوم سأذهب تفصيلا إلى هذا السؤال لكن لا أود أن أفقد هذا الأمر يعني تحدثنا أنت سياسيا عما يمكن أن يكون في سوريا شكل الدولة كيف تتوقع أن يكون يعني استعرضتنا منذ قليل تشابق المصالح الموجود شرق الفرات التفاهم الذي حدث في موسكو بين مسد وتيار قدري جميل هل تعتقد أن سوريا يمكن أن تذهب إلى التفتيت هناك حراك للعشائر اليوم شرق الفرات هناك الوضع المنسد على ما يبدو في إدلب حتى الآن وهناك الاضطرابات في الجنوب أنا برأيي لسه ما ماسكين يعني ما في شي نهائي اليوم بالسوق ممكن تنفجر بالشرق الفرات ممكن تنفجر بالشمال ممكن تنفجر داخل من أول وجديد المجتمع يهب لأنه ميت من جوعه يعني بمناطف ممكن تصير فيه مجاعات وكذا الروس عم يشتغلوا بكتير بخطة خلينا يسميها تهديئة عامي قبل ما يحكوا بالسياسي تهديئة عامي يعني من خلي الأمور مثل ما هي يعني شرق الفرات خلاص نعترف أنه هذا موجود غرب الفرات موجود الكل واحد اللي مسيطر على منطقة بيظل مسيطر على اليوم ومنحاول أنه لا يتفاهم يحسن يبدأ يفتح خطوط الاقتصاد هذا يعني يفتح الخطوط اللي بتخلي الجائحة الاقتصادية تخفي شوي عن البلد بنتظار ربما الانتخابات الجديدة كمان لا ننسى أنه اليوم الروس عرفاني أنه في سنة الأمريكان غير قادرين يعملوا شيء ما حيعملوا شيء ما حيغيروا شيء ما حيعملوا شيء يعني ما حتزول العقوبات وما حتتغير سياستهم كتير طيب هل أداء المعارضة بتقديرك منسجا مع ما يحدث يعني هل يمكن أن نرى منهم مواقف متقدمة ربما يعني هل يمكن أن ننتظر بعد الآن خطابا مرضيا للسوريين ما أعرف ما نسمينا اليوم معارضة بيني وبينك يعني فيه كتير صار يعني سأخصص أكثر في هذا السؤال أتحدث هنا عن الإتلاف لا الإتلاف أنا برأي معد يعني بتمنى أنه يعمل ثورة داخل ويعني ثورة ينقلب بشكل أنه يصير معبر فعلا ومعترف فيك معبر عن مصالح الشعب السوري يعني اللي كان سائر ضد النظام لكن الطريقة اللي تشكل فيها والطريقة اللي بعدين تشكل فيها حديثا يعني اللي انتقلت فيها الرئاسات يعني يعني فضيحة ما ما ممكن الناس تاخدوا الدول على الأقل تقبضوا بمصدقية مشان هيك في مشكلة يعني في مشكلة بدو يغير أن نحن من أنا من 8 سنين من 9 سنين ونحن بنقول لهم لازم يكون فيه إصلاح بمعنى تبينوا أنه فيه تجديد فيه كل سنة 30% بيتغيروا فيه وجوه جديدة بتجي فيه ناس بيختبروا مواهبهم جديد ما أنتوا بتظلوا إلى الأبد يعني أخدوا واحد أخد مصب وبيضل إلى الأبد يعني ماذا لم يتمكنوا من صناعة هذا التغيير ما حيتمكنوا أنا برأيي بالطريقة اللي هني اللي عم يشتغلوا فيها ما حيتمكن كل واحد بفكر أنه هو خلاص عنده موقع وحيحسن حاله يعني كل شي رد فعلا أنه نحن حنحسن أداءنا طيب المنظمة اللي بتفقد مصداقيتها ما عد تستعيدها بسهولة ما بتستعيدها بسهولة يعني بدها بدها تظهر شيء جديد لحتى تستعيدها فأنا برأيي بدي جاوبك على أستاذ لو الأمر متوقف على المعارضة ما في قضية سورية القضية السورية موجودة لأنه في شعب دفع مليون شهيد وتشرد تلت ارباعه ما بس أكتر من نصه وتشرد ولساته اليوم ميت من جوعه لأنه لأنه مصيره بده يشارك شوي بمصيره هذا كانت أستاذه هدول الحساب بنحسب أما أنه هل المعارضة والتجمع سياسي هون غير حتى الائتلاف أو يتجمع ما هاي الحسابة يعني ما بتدخل بالحسابة كنت أودا أذهب إلى ذلك هناك تحركات منفردة لبعض شخصيات المعارضة هل هي محسوبة هل يتوقع أن يكون لها خلفيات معينة حسب مصداقية الناس اللي عنده مصداقية ممكن يكون لأيمي بمعنى أنه اللي عمي يفكروا بالمستقبل ممكن يقولوا مثلا أنه فلان إذا حطنا بوزارة ولا بحكومة ولا بهيئة انتقالية بيجيب لنا شعبي أو عنده شعبية عند الناس وبالتالي بيكون في ربح في مكسب لنا أما غير هيك ما أحد شايف معارضة اليوم أعود إلى النقطة التي قاطعتك عندها منذ قليل يعني وسط ما يحدث تعرق الحل السياسي حتى الآن على الأقل يعني عدم وجود مؤشرات قوية ربما على تغيير هل يخشى السوريون اليوم من الحديث عن حق للعودة إلى سوريا يعني النازحون داخل سوريا في مناطق النظام لا يستطيعون العودة إلى بيوتهم النازحون إلى مدن أخرى لا يستطيعون العودة إلى مدنهم واللاجئون الأمر أمامهم منسد وهناك عالقون اليوم على الحدود بسبب فرض الأتوات أنا برأي العالقون على الحدود هاي آخر هاي يعني آخر وصمة عار هذا مش نظام سياسي هاي عملية تشليح يعني تشليح رسمي يعني مثل مافيا والعصابي عم تشلح الناس باسم أنه لازم تدفعوا عادة أن الدول بتروح بتجيب مواطنيها هي بتدفع تكاليف سفرهم إذا أصابوا شيء بدول أجنبية وبتسفرهم على حسابها مو هي بتدفع الناس الفؤرة اللاجئين اللي بدون يزوروا بلدهم بتدفعهم بالدولار يعني هذا بيدل على شقد شقد النظام الراهن أصبح يعني من التفاهة بشكل من الانحطاط يعني ما عند إلو اسم نظام سياسي ولا سياسي صار عبارة عن عصابي التشليح وبالدولار يعني هذا ما بيقبل كمان ما بيقبل إلا بالدولار يعني أنا بأعتقد أنه سؤالك حول شو شو منتظرهم لهذا أنا بأعتقد أنه ما لازم أبدا أول شي يعني نيأس واحد هذا بلدنا كل واحد وين ما كنا بالخارج ولا على الملاجئين اثنين ما لازم نراهن على أنه شو بدون يعملون الآخرين لحتى نجيب حقوقنا أنا كلاجئ حقوقي أرجع لبلدي واستعيد أملاكي ما بنتظر بالأمم المتحدي ولا منظمة العفو الدولية ولا لجنة التحقيق الدولية أنا لازم فكر شلون بدي أتعاون مع الناس اللي مثلي مشان تصير قوة استعيد حقوقي نحن الهلأ اللي مكسرنا واللي منضعفنا هو رهاننا إما على المعارضة اللي هي ما إلى وجود حتى حتى لسه الهلأ اللاجئين ويعتقدوا أنه يمكن المعارضة تلعب دور ويمكن منظمات حقوق الإنسان تلعب دور ما حدا بيلعب دور أمام القوي إلا القوي ونحن كل خسارتنا إذا فيه درس مهم لازم نأخذه من هال من هال عشر سنين الماضي الأليمي هو أنه لا يفل الحديد إلا الحديد يعني ما في قوة لا يمكن أن نقهر القوة بالكلمة الكلمة ضروري مشان ننظم أنفسنا بس لا نقهر القوة ما أساليب القوة المتوفرة يعني القوة مش ضروري بأنه يحمل الواحد بارودي القوة التنظيم قوي الحزب المنظم القوي اللي وراه بحسن يدعي لمزاهرة طب هل هناك عمل على ذلك؟ يعني هل نستطيع أن نطلب ذلك اليوم من رجل الشارع العادي إذا كان شخوص المعارضة المعروفون لم يذهبوا بهذا الاتجاه؟ خلينا نقول شخوص المعارضة المعروفون بما فيهم أنا اللي أنا ما كنت يعني صرت من المعارضة يحطوهم على جنب يرموهم في الزبالي نيح ويفكروا هني بشخصهم شو ممكن يعملوا هلأ أنا بقول فقير ومحتاجه ومعرفان شلون بدي أدبر خمزة لعبة خمزة لأولادي شو بديو يطلع معي هو اللي عمي مجروحه هو المتألم هو اللي بيطلع معه اللي عايش مثلنا أنا عايش بروبا وعايش بفرنسا وعايش بكذا ما نعايش على الأرض إذا ما حسنت يكون إلي ضمن تجمع معارضة مهم قادر يضغط على الدول مشان تخفف من غلواء أو من مكاسب ما عندي شي هو أقوى مني هو إذا نظموا نفسهم وقاموا مظاهرة بالمخيم ونشمعوا بين المخيمات وعملوا بصيروا قوة أكبر ألا يبدو هذا الحديد جلداً للسوريين دكتور يبدو ألا يبدو جلداً للسوريين عندما نطلب هذا الفعل من الذي يجرس في المخيم والذي يجرس في مهجره والذي لا يستطيع تأمين لقمة العيش ما هو لأنه ما بيستطيع نحن نتحدث هنا عن معارضة بإمكانيات ودعم دولي ولم تستطع أن تحدث تقدماً في الملك كيف يمكن أن نطلب ذلك لأنه اعتمدنا على الدعم الدولي لأنه اعتمدنا على الدعم الدولي ونغشينا خليني أقول بأنه في حقوق إنسان نحن مظلومين وفي عدالة دولية وما معقول أنه يتركونا طيب هاي نحن استخدم السلاح النووي استخدم الإبادة الجماعية وطرد نص السكان لبرا شو عمل المجتمع الدولي عمل المجتمع الدولي تأسم البلد يعني هو عموماً سألتك هذا السؤال لأنه أحداً ما قد يشاهدنا هو يقول بأن الدكتور برهان تحدث كلاماً طباوياً أنا أقول لهم أنا غير قادر أعملكم شيء أنا قادر أعمل مقالي اتصل بناس بعرفهم لكن بدون قوة إذا ما في قوة على الأرض ما حداً بيتحرك وما بيسمعونا نحن يعني حتى المعارضة ما إلى معنى يعني بالمخيمات لازم نعمل حركة تنظيم على مستوى المخيمات جامعة وتصير قادرة تتحرك وقادرة تكتب وقادرة تعمل عرائض وقادرة تطلع لبرة وجموعات ضغط حقيقية يعني نتمنى أن تتاح هذه القوة للسوريين وما ننسى المعتقلين اللي عم يتعذبوا ويموتوا كمان يعني لازم نشتغل كشعب سوري خرج من الفوضى وصار عم ينظم نفسه بكل مكان هيك منربح غير هيك ما حنربح أشكرك أشكرك شكرا جزيلا المفكر السوري الدكتور برهان غليون كنت ضيفي لهذه الليلة أشكر لكم أيضا على طيب المتابعة المزيد من معلوماتنا وأخبارنا على موقعنا سيرادو تيفي إلى اللقاء اشتركوا في القناة